بسم الله الرحمن الرحيم. ألتقيكم اليوم ان شاء الله في آخر وحدة من وحدات كتاب الرياضيات اللي هي وحدة القطوع المخروطية. خلينا في البداية ناخذ آآ مراجعة سريعة لهذه الوحدة عن اهم مكوناتها اساسياتها ومن ثم ننتقل لمجموعة من الامثلة ان شاء الله. وحدة القطوع المخروطية آآ في البداية في عندنا درس من الدروس مهمة جدا اسمه المحل الهندسي. خلينا راح نفهم احنا بيد الرب العالمين. شي هي القطوع. وضع كيف? القطع المخروطي دايما ما اخوض من المخروط. وضع كيف? وهذا اللي راح نشوفه ان شاء الله. القطع المخروطي ده القطوع المخروطية ما اخوضها من المخريط. بحيث ان المستوى كيف بدي يقطع المخروط راح يطلع عنا شكل. كيف بدي يقطع المخروط راح يطلع عنا شكل. إذا شو بنا نحك؟ إذا كان المستوى القاطع عموديا على المحور ولا يمر بالرأس فإن الشكل بيكون اسمه دائرة يعني أنا عندي مخروط بهذه الشكل هذا هو المخروط اللي أنا بتعامل معه هذا هو المخروط الآن هنا في عندنا محور التماثل لو أجينا قطعنا المخروط بالشكل بحيث يكون عموديا مع المحور راح تيجي عملية القطع بهذه الطريقة هاي بتشكل عندي هذا الشكل بيشكل عندي دائرة إذن إحنا بنا نكون حفظينا لأن احتمال يجينا سؤال ضع دائرة سؤال موضوعي على هذا الموضوع احكي لي إذا كان المستوى القاطع عموديا عن المحور ولا يمر بالرأس فإن الشكل الناتج شو بيكون بدي يكون دائرة طب إذا كان المستوى القاطع مائلا قليلا نطلع هذه الجملة المفتاحية مائلا قليلا إذا كان مائل قليل مش راح تطلع عندي دائرة راح يطلع عندي شكل بيضوي راح يطلع الشكل بهذه الصورة إذا هذا من سميه فإن الشكل من سميه قطع من سميه قطع ناقص إذا انت لكن إذا كانت القطع عموديا على المحور من سميه دائرة إذا كان مائل قليلا منسميه قطع ناقص إذا ازداد الميل في حالة ازدياد الميل في حالة ازدياد الميل طالعه في حالة ازدياد الميل يصبح عندنا الشكل قطعا مكافعا قطع مكافعا أما إذا قطع المستوى فرعي المخروط يعني أنا بالعادة بيكون عندي هذا عبارة عن مخروط بيجينا كمان مخروط بالأسفل زي هيك الآن إذا قطع فرعي المخروط راح يطلع عندي عملية القطع كيف بتتم. بتتم بهذه الصورة. بتتم. هذا من سميه قطع. من سميه قطع زائد. قطع ايش زائد. انتو كونوا حظين. انتو كونوا حظين. اهم شيء في هذا الموضوع. الجملة المفتحية لهذا التعريف. طلعا اذا كان عموديا عن ما يحضر بنسميه دائرة. اذا كان مائل قليلا. من سميه قطع ناقص. اذا ازدياد الميل. من سميه قطع مكافئ. اذا كان قطع في الرعي المخروط. راح نسميه قطع زائد. راح نسميه قطع ايش معلهم. نسميه قطع زائد. الان المحل الهندسي اللي كنا كتبينه هون. المحل الهندسي. من انا اكي. يسمى المنحنة. الذي ترسمه نقطة تتحرك في المستوى تحت شروط معينة بالمحل الهندسي. اذا شو احنا ايش اللي بنقصود بالمحل الهندسي. المقصود بالمحل الهندسي منحنة ترسمه نقطة تتحرك ضمن شروط المعاينة. النقطة عادة في علم الرياضيات لها احداثيات سيني وصادي. لذلك لما بنحكي النقطة اثنين خمسة نقطة ثابتة. منقدر نذهب عليها. اثنين على السنات خمسة على الصداد. النقطة السالب واحد واربعة. اذا معنا ذلك نقطة ثابتة. لكن النقطة سين وصادي نقطة عمالها بتتحرك. هاي النقطة اذا انا اعطيتها شرط التحرك. يعني حكيت لها. امشي يمين. اطلع الى الاعلى. اتحرك الى اليسار. وهكذا. هذه الشرط هو اللي بده يخلق لي اللي هو شكل معين. واذلك راح نلاحظ انه الدائرة فيه له شرط. القطع الناقص فيه له شرط. القطع الزائد فيه له شرط. القطع المكافئ فيه له شرط. شروط تحرك. شروط لذلك المحل الهندسي هو المنحنة الذي ترسمه نقطة تتحرك ضمن شروط المعينة. صدقوني. استغرب تمام الاستغراب. من اللي بيقوموا بشرح هذا الدرس اخر الوحدة. ما بينفع. هذا هو مقدمة للقطوع المخروطية. يعني انا حتى افهم القطوع المخروطية من دائرة وناقص وزائد ومكافئ. افهم. مش احفظ. في فرق بين ما نفهم الوحدة. وفي فرق ما ما نحفظ الوحدة. اذا بنا نفهم الوحدة. في البداية انا نكون فهمين شو المحل الهندسي. المحل الهندسي ما منحنة بترسمه نقطة تتحرك شروط المعينة. تخلق بعديها شكل. هذا الشكل. اما بيكون الدائرة او قطع الناقص او قطع الزائد او قطع المكافئة. هذه القطوع اللي مطلوبة معنا. هذه هي القطوع اللي مطلوبة معنا. طيب. الان في عندي حتى ننحل عن محل الهندسي. انا راح اطلب منكم بس قانونين. والقانونين مروا معكم ايام زمان. قانون من سمين مسافة بين نقطتين. وقانون الثاني من سمين مسافة بين نقطة ومستقيم. المسافة بين نقطتين. سين اثنين ناقص سين واحد لكل تربيع. وصاد اثنين ناقص صاد واحد لكل تربيع. هذا هو قانون المسافة بين نقطتين. هذا هو قانون مسافة بين نقطتين. اما قانون بعد نقطة عن مستقيم. فراح يكون الف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم. على جذر الالف تربيع زائد با تربيع. كل الأمثلة اللي بدنا نحلها مطلوبة بفقط من هذول القانونين هذول إذا اعتمدنا عليهم وفهمناهم بشكل صحيح نقدر نحل أي سؤال على اللي هو المحل الهندسي ننتقل بشكل مباشر على هاي القطوع نأخذ هيك تفصيل عن كل قطع الدائرة القطع الناقص الزاد المكافئ نفهم حيثيات كل واحد فيهم أساسياتهم وبعدين ننتقل على مجموعة الأمثلة الدائرة هي المحل الهندسي هي المحل الهندسي قبل قليل حق تلكم البعض بيشرح المحل الهندسي في آخر شيء طب ما هو الدائرة بتحكي هو المحل الهندسي إذن لازم نكون فاهمين شو مقصود بالمحل الهندسي المنحنة الذي ترسم نقطة تتحرك ضمن شروط المعينة إذن الدائرة هي عبارة عن منحنة بترسم نقطة تتحرك ضمن شروط المعينة خلينا نتعرف أنا وياكم على الشرط لمجموعة النقاط المستوية نونسينسات التي يكون بعدها عن نقطة ثابتة تسمى المركز إذن أنا في عندي هون دائرة هذه هي الدائرة الدائرة فيها مركز هذا هو المركز والمركز هنا ثابت دالها نقطة ثابتة ما بتتحرك نقطة ثابتة طيب مين اللي بدي يتحرك اللي بدي يتحرك عندي النقطة اللي منسميها هون نونسينسا هاي النقطة تتحرك أنا شو الشرط اللي بدي أعطيها لهاي النقطة بدي أحكي لها أنت وانت بتتحركين خلي المسافة بينك وبين المركز أن تبقى ثابتة يعني أنا بقول مثلا المسافة من هون لهون بتساوي على سبيل فا الآن إذا بدنا نقطة تتحرك لازم تتحرك بهذا المنحنى حتى تبقى هون فا إذن لازم تتحرك بهذه الطريقة حتى تبقى هون فا إذن هون وهكذا بدنا تظل تتحرك بهذا الأسلوب إذن في الأخير راح تشكل عندي دائرة إذن الدائرة هي المحل الهندسي لمجموعة النقاط المستوية لونسينسا التي يكون بعدها عن نقطة ثابتة من سميها المركز يسوي إشمال ومجدار ثابت وهو نصف القطر وهو نصف القطر الآن بعد ما تعرفنا على تعريف الدائرة كمحل هندسي بنا ناخد معادلة الدائرة في عندي إشي اسمه معادلة الدائرة معادلة الدائرة اللي هو راح ناخد صورتين صورة منسميها إحنا الصورة القياسية وفيه صورة ثانية منسميها الصورة العامة شو الصورة القياسية الصورة القياسية اللي هي بتكون سين ناقص ده لكل تربية زائد صاد ناقصها لكل تربية بتساورات تربية هاي على فكرة المعادلة وين ما بتشوفوها بتشوفوها في علم الرياضيات في علم الفيزياء في علم الكيميا في وين ما تشوفوها اعرفوا أنه هاي بتمثل دائرة بس بشرط انتبهوا لعندي هون أول إشي السين والصاد اللي هون معاملاتهم متساوية وتساوي واحد ما بصيرش تكون مختلفة لازم متساوية وتساوي ايش وسوها في عندي تربيه هون وفي تربيه هون وعندي هون را تربيه الآن هاي المعادلة إذا أنا بدأت طلع أطلع منها المركز ونصف الكطر المركز بتكون دالها هذا هو المركز ونصف الكطر جذر الرا تربيه اللي بتساوي عندنا را هاي منسميها الصورة القياسية الآن الصورة العامة طلعه كيف اللي هي السين تربيه زائد صاد تربيه زائد اثنين لمسين زائد اثنين كاف صاد زائد جيم تساوي سفر طب هل الصورة العامة بتخذ الصورة العامة أصلا احنا ما جمنا هل من القياسية احنا كيف طلعنا الصورة العامة الصورة القياسية فكناها فكنا التربيه اللي موجود هنا وفكنا التربيه وكونا معادلة جديدة هلا طلعه كيف هون سين تربيه صاد تربيه معاملاتهم متساوية إذن بعرف إنها دائرة طيب أستاذ احتمال مثلا لو كانت سين تربيع زائد اثنين ساتربيع لا مش دائرة طيب لو كانت اثنين سين تربيع زائد اثنين ساتربيع دائرة مش مهم إنه تكون المهم المعاملات تكون متساوية لما تكون اثنين لاثنين بنقسم كل المعادلة على اثنين وبنتالي بنحصل على الدائرة اللي إحنا بدنا إياها إن شاء الله إذن ما لذلك شو بصير عندنا هون الصورة القياسية العامة عفوا إذا بنطلع المركز مش في عندنا هون لام وهون كاف فقط بس نطلع لام وكاف منغير إشاراتهم فبصير عندي سالب لام مع سالب كاف شو بصير عندي سالب لام مع سالب كاف هاي منسميها مركز الدائرة شو منسميها اللي هو المركز الدائرة أما نصف الخطر اللي هو رابط تساوي لام تربيع زائد كتب تربيع ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نقسم على اثنين. لو كانت ثلاث ثلاث ما في مشكلة. نقسم على ثلاث. اذا لازم تكون معامل سين تربية يساوي معامل صاد تربية. طيب. لان معلومات مهمة جدا. طلع اكيف. اذا كانت معطيات السؤال تحتوي على مركز الدائرة ونصف كتروحة. طلع اكيف. انا في عندي الان راح لما بدنا نبحث في اسئلة الدائرة. راح تقسم الاسئلة لقسمين. القسم الاول. القسم الاول. جد مركز ونصف كتر الدائرة. القسم الثاني. لا. جد معادلة الدائرة التي معطياتها كذا كذا. هذا من النوعية الثالث. شو بحكي لي. اذا كانت معطيات السؤال تحتوي على مركز الدائرة ونصف ونصف كتر الدائرة. او تحتوي على اي معلومات تدل عليها. فاننا نستخدم الصورة القياسية لاجاج معادلة الدائرة. يعني. اذا انا من ضمن المعطيات. المركز موجود. نصف الكتر موجود. بلاش. اذا كان في عندي معلومات بتدل على المركز وبتدل على نصف الكتر. بشكل مباشر. بشكل مباشر بستخدم الصورة القياسية. اذا حتى ما يظل عندي هنا تفكير. ما تبس تخدم الصورة القياسية. ما تبس تخدم الصورة العامة. لا 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 استخدمه. لما يكون المعلومات في مركز ونصف كتر. او معلومات تدل على المركز ونصف الكتر. بنستخدم الصورة القياسية. الان اذا المركز ونصف الكتر مش موجودين. وما في عندي معلومات بتدل عليها. اذا بنستخدم الصورة العامة. يعني على كم مثال بسيط. اه جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط التالية. اثنين وواحد ثلاث وخمسة سبع وستة. هذه النقاط مبعفرة على محيط الدائرة. وبالتالي ما ما اقدر اطلع المركز ونصف الكتر. لذلك بستخدم الصورة العامة. بستخدم الصورة العامة. طيب. نصف القطر الدائرة. المسافة بين مركز الدائرة واي نقطة على المحيط. يعني انا عندي اون دائرة. نفت. اه عندي هون ايش دائرة. اذا كان في عندي الدائرة التالية. ها عندي. اه عندي الدائرة. هاي دائرة. الان نصف قطر الدائرة. هو المسافة بين المركز واي نقطة على المحيط. واي نقطة على المحيط. احداثيات منتصف القطعة المستقيمة لما أنا يكون في عندي قطعة مستقيمة الآن إحداثيات منتصف هاي القطعة المستقيمة بأخذ الإحداث السيني من النقطة الأولى مع الإحداث السيني من النقطة الثانية بجمحهم وبقسم على اثنين وبعدين الإحداث الصادي من النقطة الأولى مع الإحداث الصادي من النقطة الثانية بجمحهم وبقسم على اثنين إذا كانت الدائرة تمس محور السينات فإن نصف القطر بساوي الإحداث الصادي لمركز الدائرة. انا عندي الدائرة التالية. بتمسمح ور السينات. الان بما انها بتمسمح ور السينات. فان نصف القطر را بتساوي الاحداث الصادية ل مين? لمركز الدائرة. واذا كانت الدائرة تمسمح ور السادات. ها تم اسمح ور السادات. فان نصف القطر بتساوي الاحداث السيني لمركز الدائرة. اذا نقطة مهمة جدا. اذا كانت الدائرة تمسمح ور السينات. فإن نصف القطر هو الاحداث الصادي لمركز الدائرة طب إذا كانت تمثل ما هو رصادات فإن نصف القطر هو الاحداث السيني لمركز الدائرة ننتقل هنا إذا كانت الدائرة تمر بثلاث نقاط شو منستخدم حقينا الصورة العامة لأنه ما بنقدر نطلع لا مركز ولا نصف قطر طب إذا كانت الدائرة تمثل المحورين وتقع في الربع الأول طلع تمثل محورين بقصود محور السينات والسلطة وتقع في الربع الاول دائما استخدموا المركز دال دال ونصف القطر دال طب اذا كانت الدائرة تمثل محورين لكن تقع في الربع الثاني فان المركز بيكون سالب دال مع دال ونصف قطرها بيكون دال طب اذا كانت الدائرة تمثل محورين وتقع في الربع الثالث فالمركز بيكون سالب دال سالب دال ونصف قطرها بيكون دال اما اذا كانت الدائرة تمثل محورين. وتقع في الربع الرابع. فان المركز بيكون دال مع سالب دال ونصف كتر وها دال. هلا البعض بيقول طيب يا استاذ طب ليش اخترت دال ودال. ليش بقول ها وها. نفس الشيء. نفس الشيء. اما منحكي دال ودال او منحكي راء ورا. او منحكي ها وها. فالثلاث شغلات صحيحة مئة بالمئة. ما في عندي اخذ هاي او هاي. الثلاث. لكن احنا منحكي دال ودال. ونحكي دال باستمرار استخدموها ان شاء هذا بالنسبة لمراجعة مين للدائرة. ندخل مباشرة على القطع المكافئة. القطع المكافئة. طلعا شو التعريف تبعه. هو المحل الهندسي. هو المحل الهندسي. يعني هو المنحنى الذي ترسمه نقطة تتحرك ضمن الشروط المعين. خلينا نفهم الان نستوعب شو الشرط اللي بدي عطين اياه. اه التي يكون بوضع عن نقطة ثابتة تسمى البقرة يساوي بوضع عن مستقيم يسمى الدليل. يسمى الدليل. يعني انا عندي الان هذا الشكل. هذا هو. الان القطع المكافئة بيكون هذا هو. بالمناسبة القطع المكافئة يعني انتم تعلمتوا وتربيتوا على القطع المكافئة. بس كنتوا تأخذوا لما كانت تربيع للسنات. هي العبارة التربعية صاد يساوي سين تربية. لكن الان احنا بنا نعمم العلم تبعنا. فبدي يصير عندي صاد يساوي سين تربية. وسين يساوي صاد تربية. اذا راح يكون في عندنا صاد يساوي سين تربية. وراح يكون عندي سين وساوصات تربية. اذا معنى ذلك راح ناخذ هذه الحالات وراح ناخذ للأعلى او للأسفل. الان طلعوا كيف بدنا نفهم التعريف. شو بدنا نحكي. الان هذا هو عبارة عن شكل قد يكون على اليمين وقد يكون على اليسار. وقد يكون للأعلى. وقد يكون للأسفل. الان اذا كان هيك بهذه الطريقة هاي اللي هون منسميها احنا البورة. هاي منسميها البورة. النقطة اللي بتتحرك موجودة هون. حتى يكون قطع مكافئ. حتى يكون قطع مكافئ. بدي اخذ القطعة اللي واصلة بين النقطة اللي هون والبورة. هاي المسافة. لازم بتسوي المسافة هاي. ليه? لانه هون في مستقيم بنا نسميه الدليل. اذا المسافة هاي هي نفس المسافة اللي هون. طيب. لو تحركت النقطة وصلت لهون. فبتصير المسافة هاي. بتسوي المسافة هاي. يعني شو معنا ذلك؟ معنا ذلك هاي القطعة بتسوي هاي القطعة بس. القطعة اللي هون. لا تسوي اللي هون. اذا ما لها هي بتحفظ المسافة بحيث ان تتحرك بين المسافة بين البورة والدليل. دايما مسافة ثابتة. دايما المسافة ايش ما له? حتى توصل عند إحداثيات الرأس. فبصير عندنا المسافة بين البورة والرأس بتساوي المسافة بين الرأس والدليل. يعني هاي القطعة هي نفس هاي القطعة. ولذلك المسافة بين البورة والرأس راح نرمزلها بالرمز جيم. والمسافة بين الرأس والدليل راح نرزمه بنفس الرمز اللي هو جيم. اذا كأنه بصير المسافة بين البورة والدليل هي تساوي اثنين جيم. اثنين ايش ما علوم. طيب. اذا انطلعوا. شو مكونات الاساسية. المكونات الاساسية للقطع المكافئة. بؤرة. دليل. رأس. محور. تماثل. محور. تماثل. اذا هذه اربع شغلات اساسيات في ايش? في في القطع المكافئة. اذا هي البؤرة. وهدثيات الرأس. معادلة المحور. ومعادلة الدليل. اذا اربع اساسيات. اربع شغلات مهمة جدا في هذا الموضوع. طيب. الان شو الملاحظة. ما يميز معادلة القطع المكافئ. طيب. حلا. احنا قبل شو شو حكينا. ما يميز معادلة الدائرة. انه السين مربع والصاد مربع. بينهم اشارة زائد. المعاملات متساوية. طيب. القطع المكافئ. كيف بدأ؟ ما يميز القطع المكافئ. هو ان احد المتغيرين يكون مربع. والاخر يكون غير مربع. والاخر يكون ايش ماله. والاخر يكون عندنا غير مربع اذا تلاقي في عندي هون طلعوا هون مثلا اذا احد المتغيرين يكون مربع والاخر يكون غير مربع يعني المعادلة اذا فيها السين مربع الصاد ما بيكون اش مربع اذا فيها الصاد مربع السين ما بيكون مربع على طول اعرفوا انه هذه قطع مكافئة هذه قطع ايش معلوم مكافئة طيب حكينا المسافة بين البورة والرأس تساوي جيم طب والمسافة بين الرأس والدليل تساوي جيم اذا المسافة ثابتة بين البورة والرأس تساوي المسافة بين الرأس والدليل الان البورة دائما داخل الشكل اذا بتذكروا لما رسمنا زي هيك حكينا هذا هو البورة في داخل الشكل اما الدليل فدائما بيكون خلف الشكل بيكون خلف الشكل الدليل طيب كمان البورة في قانون هنا انا دائما بشتغل عليه. شو بحكي? البقرة بتساوي الرأس زائد جيم. يعني انا اذا عرفت احداثيات الرأس. وعرفت جيم بقدر اطلع منهم البقرة. بقدر. واذلك اذا عرفت البقرة وعرفت جيم بقدر اطلع احداثيات الرأس. واذا عرفت البقرة وعرفت الرأس بقدر اطلع منهم جيم. بقدر اطلع منهم جيم. راح نشوف خلال امثلة كيف نتعامل معها الاساسيات. الان اه معادلة القطع الان في ملاحظة شو بتحكي. معادلة القطع المكافئة الذي محوره يوازي محور الصدات محوره يعني هذا احكينا المحور صح هذا بيوازي محور السناء لكن اذا كانت بحور الصدات فالمعادلة راح تكون صاد يساوي الف سين تربية زائد باس سين زائد جي حيث الف شرط اساسي لا يساوي صفر بعدين الف وباو جيم تنتمي لحا ما في عندنا ايها مشكلة ان شاء الله معادلة القطة المكافئة الذي محوره يوازي محور السينات هي سين تساوي الف سات تربية زائد باس سات زائد جيم حيث الف لا تساوي صفر وعندي الالف والباو الجيم تنتمي لحا الالف والباو الجيم تنتمي لحا هلا متى نستخدم هاي المعادلات حقيقة راح استخدم هاي المعادلات لما بيجي بحكي لي جد معادلة القطع المكافئ الذي محوره يوازي محور السينات ويمر بالنقاط التالية نفس الشيء لا بقدر اطلع احداثيات الرأس ولا بقدر اطلع البقرة اذا ما لذلك هذه بنستخدم لها الصورة العامة لانه هذه الثالث نقاط تحقق المعادلة تحقق المعادلة اذا ما تب نستخدمها جد معادل قطع المكافئة الذي محوره يوازي مثلا محور السينات وهي مر بالنقاط التالية هذول النقاط ما بيقدر يطلعوا لا رأس ولا بقرة فبستخدم الصورة العامة بنستخدم الصورة العامة طيب هذا بالنسبة اذا كان للقطع المكافئ. هذا هو القطع المكافئ. الآن نجي على القطع الناقص. اول شيء بالنسبة للقطع الناقص. راح نعرفه كالتالي. شو هو القطع الناقص. هو المحل الهندسي لمجموعة النقاط المستوية نون سين سات. التي يكون مجموع بعديها. عن نقطتيني ثابتتيني. تسميان البقرتين يساوي مقدار ثابت وهو اثنين الف. يعني كيف? لو انا اخدت التالي. هاي عندي اه هذا هو القطع. هذا هو القطع الناقص. هذا هو القطع الناقص. بالمناسبة مكونات القطع الناقص راح تكون كالتالي. راح يكون فيه عندي هون رأس اول. وفيه يكون رأس ثاني. راح يكون فيه عندي هون بقرة اولى. وراح يكون عندي هون بقرة ثاني. راح يكون فيه عندي هون مركز. وهون نقطة عمالها بتتحرك. هون نقطة عمالها بتتحرك. حكينا هو المحل الهندسي لمجموعة النقاط المستوية نونسين صار التي يكون مجموعة بعديها عن نقطتين ثابتتين تسميان البقرتين يعني بدي مسافة من هون لهون تساوي المسافة زائد المسافة من هون يساوي مقدار ثابت وهو 2 ألف شو الألف أول شيء الألف هي المسافة بين المركز والرأس نعيد الألف هي المسافة بين المركز والرأس طيب شو المسافة بين الرأس والرأس 2 ألف نعيد نعيد الألف هي المسافة بين المركز والرأس طيب المسافة بين الرأسين 2 ألف طيب الجيم هي المسافة بين البقرة والمركز بين البقرة والمركز المسافة بين البقرة بين البقرة والمركز طيب المسافة بين بقرتين 2 جيم اذا الالف. هي المسافة بين المركز والرأس. والجيم هي المسافة بين المركز والبرة. بين المركز والبرة. هل شو اللي بيميز القطع الناقص. ان المتغيرين مربعين. اه والله بتشبه الدائرة. ط tracked المتغيرين مربعين. نكمل. بينهما اشارة زي كمان بتشبه الدائرة. لان الدائرة برضو استعملت تربيع صوت تربية وبينهم اشارة زي طيب. والمعاملات مختلفة. والمعاملات مختلفة. حقيقة الدائرة تعتبر حالة خاصة من القطع الناقص. الدائرة تعتبر حالة خاصة من القطع الناقص. إذا النماذا ذلك القطع الناقص يعني أوسع من الدائرة او سع من الدائرة اوكي. طيب الآن حكينا الآن انه الالف هي المسافة بين المركز والرأس هاي هي. الجيم هي المسافة بين المركز والبقرة. الف تربية. ها المعادلة راح نخذ لها شكل. المعادلة راح تكون كالتالي. سين تربية زائد صاد تربية على الف تربية على بات تربية يسوى واحد. هذا هو شكل المعادلة. سين تربية على الالف تربيه زي الصاد تربيه على با تربيه يسوي واحد. هلا كيف بدي اميز الالف تربيه عن البا تربيه? دائما الالف تربيه هو العدد الاكبر. هو العدد الاكبر. اما البا تربيه فدائما هو العدد الاسهر. فدائما هو العدد الاسهر. هلا في علاقة بتربط بين الجيم والالف والبا. ايش هي العلاقة? انه الجيم تربيه بتسوي الف تربيه ناقص با تربيه. الجيم تربيه بتسوي الف تربيه ناقص با تربيه. يعني اذا عرفنا الف وباء منقدر نطلع جيم. طب اذا عرفنا الف وجيم منقدر نطلع باء. اذا اي واحد اثنين بطلع للثالث. واضح كيف? فما نظرك جيم تربية بتسوي الف تربية ناقص الباء تربية. الان في عندنا طول المحور الاكبر. طول المحور الاكبر. حطوه في بالكم هو المسافة بين الرأسين. اللي هو اثنين الف. اما طول المحور الاصغر. هلا هذا هو المحور الاكبر. هذا هو المحور الاكبر. محور الاصغر بكون عمودي عليه من ضمن المركز يعني بيمر منطقة المركز. هذا بسميه المحور الاصغر بنسميه المحور الاصغر. عان اللي هو اثنين بنسميه اثنين بن البعد البقري يعني المسافة بين البقرتين. الى اثنين جيم. هنا في قانون شو ب zip حكي لنا? احداثيات الرأسين يسوي المركز لازم نعرف المركز. زائده ناقص مين? زائده ناقص الف. راح نشوف كيف منجمع للالف ومنطرح من الالف. احداثيات البوراتين. المركز زائده ناقص جيم. طيب طول المحور الاكبر حكينا اثنين الف ها. طول المحور اكبر. وطول المحور اصغر اثنين باول بعد البوري حكينا اثنين جيم. في اشي هنا اسمه الاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي لها بتسوي الجيم على الف. يعني انت الان لو قصمنا الجيم على الف بنسميها اختلاف مركزي. في القطع الناقص دائما الاختلاف المركزي بيكون اقل من واحد. لذلك اذا طلع اكبر من واحد يعرفوا انه مش قطع ناقص. بيكون قطع زائد. راح نتعرف عليه. اذا يجب ان يكون اقل من واحد. طيب الان في قاعدة طلاقة. هاي هاي كثير بتفيدكم انتم. شو يستفد من من الرأسين. انا عندي الرأسين. اعطاني الرأسين واحد وخمسة واحد وسبعة. هذول احداثيات الرأسين. شو باستفيد من الرأسين. بقدر استفيد من الرأسين في ايجاد المركز. وقيمة الف. وتحديد نوع القطع. اذا كان سيني واذا كان صادي. اذا كان التغير في السنان بيكون سيني. اذا كان التغير في الصداد بيكون صادي. يعني كيف? انا عندي واحد وخمسة. واحد وسبعة. هون التغير في الصداد. اذا هو صادي. اذا هو صادي. لو كان التغير في السنان هو سيني. لانه في اشي بدي يظل ثابت وفي اشي عماله بيتخير. طيب الان بالنسبة للبؤرتين. شو بيستفد من البؤرتين. برضو في ايجاد المركز. لانه المركز يعتبر احداثيات المنتصف في القطعة المستقيمة. المركز هو احداثيات منتصف القطعة المستقيمة. طيب في ايجاد قيمة جيم بدل الالفون قيمة جيم. برضو في تحديد نوع القطع اذا كان سيني او ايش او كان سادي. في القطع الناقص اذا كان المحور الاكبر يقع على محور السينات. اذا كان المحور الاكبر يقع على محور السينات معناها سيني. طيب اذا كان المحور الاكبر يقع على الصدات ليكون سادي. لكن لو كان المحور الاصغر يقع على السينات بيكون سادي. العكس. ولو كان المحور الاصغر يقع على الصدات بدي يكون سيني. بدي يكون ايش ما. يعني المحور الاكبر اللي بيحدد نوع القطع. اما الملح والاصغر بيكون عكس هذا الموضوع ان شاء الله. طيب في القطع الناقص المسافة بين الرأس والبؤرة القريبة. اهلا قبل قليل شو حكينا? حكينا في عندنا بؤرتين. خلينا نرسم شكل شكل جديد. لو اخذنا هون هذا هو الشكل. هون في بؤرة وهون في بؤرة. هون في رأس وهون في رأس. الان البؤرة هاي. في المسافة بين الرأس والبؤرة القريبة. والمسافة بين الرأس والبؤرة البعيدة يعني كل واحد من الرؤوس في بقرة قريبة عليه وفي بقرة بعيدة عنه. المسافة بين هذا في القطع الناقص ما نعمم على القطع الزائد أنا كل حديثي الآن في القطع الناقص في القطع الناقص المسافة بين الرأس والبقرة القريبة بتساوي ألف ناقص جيم وتساوي ألف ناقص جيم والمسافة بين الرأس والبقرة البعيدة بتساوي ألف زائد جيم إذن قريبة الف ناقص الجيم. والمسافة بين الرأس والبقرة البعيدة اللي هي الف زائد ايش. الف زائد جيم. في القطع الناقص. اذا كان محورية قطع ينطبقان على محورية السيناتي والصدات. فان المركز بدي يكون صفر صفر. شو المركز بدي يكون صفر صفر. طيب. في عندي ايش اسمه مساحة القطع الناقص. باي الف باي. عشان تعرفوا تحفظوها. مساحة الدائرة شو بيكون نونقاف تربية باي. حلا في الدائرة انصف اكتر الدائرة متساوية. في القطع المكافئ لا. في القطع العفوان الناقص لا. لذلك بدل ما نحكي نونقاف تربية باي. شو راح نحكي الف في باي. الف في باي. يعني بدل نونقاف تربية باي. راح نحكي الف في باي. ايش في باي. لانه النونقاف بتختلف عن النونقاف في هاي الحالة. فبصير الف في باي. في القطع الناقص محيط المثلثة المكون من البقرتين. المكون من البقرتين. واي نقطة على المحيط. هذا المثلث اللي بنتكلم عنه. شو بيساوي? بيساوي اثنين الف زائد اثنين جيم. يعني اجل حكالي ما هو محيط المثلث المكون من البقرتين ونقطة على المحيط. نحكي اثنين الف زائد اثنين جيم. شو بنحكي اثنين الف زائد اثنين جيم. ندخل على القطع الزائد الآن. في القطع الزائد هو المحل الهندسي لمجموعة النقاط المستوية نونسين صاد التي يكون الفرق المطلق لبعديها عن نقطتين ثابتتين اللي هما با واحد وبا اثنين تسميان البقرتين يساوي مقدار ثابت وهو اثنين ألف طالعا اكيد في القطع الناقض شو حقينا هو المحل الهندس لمجموعة النقاط المستوية التي يكون مجموعة بعديها عن نقطتين هنا من نحكي التي يكون الفرق المطلق لبعديها يعني نفسر القمية بالرسم. طال الله اوكيد. القطع الناق الزائد هيك. بجواحة بقول يعني استاذ عبارة عن قطعين مكافئين. مش بهذه الصورة. هو هيك شكله. عبارة عن شكلين يمين يسار. او للأعلى او للأسفل ان شاء الله. فهون النقطة اللي بتتحرك هي. رح يكون في بورة هون. رح يكون في بورة هون. لو خدنا المسافة هاي. وخدنا المسافة هاي. المرة هاي ما بنجمحهم. المرة هاي بدنا نطرحهم. شو بنا نعمل المرة هاي بدنا نطرحهم. في إذا طرحناهم رح يطلع المسافة اللي هي اثنين ألف رح يطلع المسافة اثنين هناك كنا نجمع هنا ايش نعمل بدلنا نطرح على نفس الشيء في عندي بوراتين وفي عندي رأسين وفي عندي اللي هو المركز في عندي بدل ما نسميه طول المحور الأكبر منسميه القاطع بدل الأقبر القاطع وبدل ما نحكي المحور الأصغر نسميه المحور المرافق لذلك الألف هي المسافة بين المركز والرأس أما الجيم فهي المسافة بين المركز والبقرة طيب الألف تربية دائما هو العدد الأول طلعوا كيف هناك كانت الأكبر هنا شو نحكي عنه الأول بغض النظر هو الأكبر ولا الأصغر الباة تربية دائما هو العدد الثاني دائما هو العدد الثاني طول المحور القاطع اثنين ألف بدل طول المحور الأكبر صار القاطع طول المحور المرافق راح نسميه المحور المرافق منسميه اثنين باة اثنين ايش باة الجيم تربية الجيم تربية عندنا اللي هو ألف تربية زائد باة تربية هناك كنا نحكي لها ألف تربية ناقص باة تربية هون نحكي الف تربية زائد ايش زائد با تربية. الاختلاف المركزي اللي ها بتسوي جيم على الف دايما اكبر من واحد. هناك كنا نحكي اصغر من واحد. البعد البقر اثنين جيم. يعني المسامة بين بقرتين. هلا طلع احداثيات الرأسين والبقرتين نفس القطة. يعني المركز زائد الف المركز زائد ايش او زائد او ناقص جيم. طول المحوال القاطع حكينا اثنين الف وبعدين مرافق اثنين با والبعد البور اثنين جيم والاختلاف المركزي. اتحدثنا عنه فيه. الان يستفاد من الرأسين في ايجاد. شو منستفيد منه? اللي هو المركز قيمة الف تحديد نوع القطع. طيب يستفاد من البوراتين فيه. المركز قيمة الف برضو تحديد نوع القطع اذا كان سيني او صادي. اذا كان القطع الزائد في القطع الزائد اذا كان المحور القاطع على محور السينات برضو منسميه سيني. على محور الصداق منسميه صادي. اذا كان المحور القاطع. اما اذا كان المحور المرافق. على السنات بيكون صادي وعالصدات راح يكون عندنا راح يكون عندنا سينة. هذا اه في القطع الزايد المسافة بين الرأس والبقرة القريبة. هناك كنا نحكي الف ناقص جيم. هنا من نحكي الف جيم ناقص. طلقوا. في القطع الناقص كنا نحكي المسافة بين الرأس والبقرة القريبة الف ناقص جيم. هنا من نحكي المسافة بين الرأس والبورة القريبة جيم ناقص علف جيم ناقص لكن المسافة بين الرأس والبورة البعيدة نفس الشيء اللي هي جيم زائد علف لانه عملية الجمع تمتاز بالخاصية التبدلية. في القطع الزائد اذا كان محوري القطع ينطبقان على محوري السينات والصدات فان المركز صفر وصفر. اه في القطع الزائد محيط المثلث المكون من النقطتين. على المحيط وبورتي هذا القطع بتساوي ايضا اثنين الف زائد اثنين جيم. يعني نفس الفكرة ونفس الشيء. هذا هو مقدمة لمين للقطوع الاربع اللي اخدناها مع المحل ليش? مع المحل الهندسة. الان ننتقل على شغلة جديدة اللي هي كيف بنا نحل مجموعة من التمارين والامثلة. خلينا ندخل على هاي الامثلة. اول اربع امثلة راح يكونوا كالتالي. اول اربع امثلة اي واحد فيهم محتمالي جينا سؤال منهم. بحكي لي. في الشكل اذا كان المستوى القاطع عموديا على المحور ولا يمر بالرأس. فان الشكل شو بيمثل عندنا? بيمثل عندي دائرة. شو بيمثل عندنا? دائرة. لو حكالي في المستوى اذا كان المستوى القاطع. مائلا قليلا. طلع اوكي. كلمة مائلا قليلا. ويقطع ويقطع احد المخروطين دون الاخر. فان الشكل الناتج ايش منسميه? قطع ناقص. مائل قليل. طب ازدياد الميل واضع كيف? شو منحكي عنه قطع مكافئة. طب اذا قطع المستوى في الرعي المخروط. منحكي عنه قطع الزائد. هذي جمل مفتاح. جمل مفتاحية موجودة في السؤال. لازم تدلي على شو السؤال اللي بدي يكون موجودة عندنا. هذي اول اربع اسرة. اي واحد فيهم محتمل يكون عندنا من ضمن اسرة الوزارة لهذا العام. نشوف الان شو بدي اعطيني. طلع كيف? ننتبه لعندي هون. بحكي لي معادلة المحل الهندسي. النقطة المتحركة نونسي انصاد. التي تبعد بعدا ثابتا قدره اربع. اذا هو بده معادلة المحل الهندسي. التي تبعد بعدا ثابتا قدره اربع وحدات. عن النقطة. اذا هون ما اعطيني مسافة بين ايش ما له? ما اعطيني مسافة بين نقطتين. بنستخدم قانون المسافة بين نقطتين. فبتساوي تحت الجذر. سين اثنين ناقص سين واحد لكل تربية. وصاد اثنين ناقص صاد واحد لكل تربية. الفان اللي ما اعطيني اياها اربعة. اذا بنحكي هون اربعة. يساوي تحت الجذر. النقاط اللي بنتكلم فيها سين صاد مع واحد وخمسة. اذا سين ناقص واحد لكل تربية. سين ناقص واحد لكل تربية زائد. صاد ناقص خمسة لكل تربية. الربع الطرفين. ستاش بتصير سين ناقص واحد تربية. زائد صاد ناقص خمسة لكل تربية. وين المعادلة اللي موجودة عندنا. عندي سين ناقص واحد لكل تربية. صاد ناقص خمسة لكل تربية يساوي ستاش. اذا هذا هو الجواب الصحيح. اذا هنا استخدمنا قانون مسافة بين نقطتين. وطلع للشكل احتمال. اذا كان سؤال حل. يحكي لي وما نوع هذا المعادلة. بنحكي له هذه عبارة عن دائرة. مركزها اللي هو واحد وخمسة. ونصف كترها اللي هو جذر الستاش. بساوي اربعة. بساوي ايش اربعة. ننتقل للسؤال الجديد. معادلة المحل الهندسي للنقطة المتحركة. التي تبعد بعدا ثابتا قدره ثالث وحدات عن المستقيم. المرة هاي معطيني مستقيم. طيب. الان المستقيم مش مرتفة. بنحكي اربعة سين ناقص ثلاثة صاد. ناقص ثلاثة يساوي السفر. والنقطة اللي بنتكلم عنها اللي هي سين وصاد. طيب شو قانون مسافة بين نقطتين. بحكي كالتالي. فا بتساوي الف سين زائد با صاد زائد جيم على جذر اللي هو الالف تربية زائد البا تربية. طيب الفا ثالث وحدات. فان بيجي بحكي ثلاثة بتساوي. بمسك الان هذا المستقيم. بحكي اربعة سين ناقص ثلاثة صاد ناقص ثلاثة كقيمة مطلقة على جذر. الان الالف اللي هو معامل السين. اه اربعة تربية ستتاش. والبال اللي هو تسعة. شو بنا نحكي لها. الستاش زائد تسعة اللي هو خمسة وعشرين. جذر خمسة وعشرين بتساوي خمسة. خمسة في ثلاثة خمسة بتساوي اللي هو اه اربعة سين ناقص ثلاثة صاد ناقص ثلاثة. اذا هذا هو الجواب اللي طلع عندي. لكن هو حكي لي يمر بالنقطة سفر واربعة. احنا بنعرف القيمة المطلقة للسين لما بتساوي خمسة. فالسين اما ان تكون خمسة موجب او خمسة سالب. اذا معنى ذلك القيمة المطلقة للسين بتساوي خمسة. معنى السين اما خمسة موجب او خمسة سالب. فعشان هيك شو بدلوها اعمل انا هون. بدنا اعمل اتزال. بقول اربعة سين ناقص ثلاثة صاد ناقص ثلاثة. بتساوي في البداية خمسطاش. اذا اربعة سين ناقص ثلاثة صاد يساوي ثمانتاش. هذا اول حل. الحل الثاني انه الاربع سين ناقص ثلاثة صاد ناقص ثلاثة. المرة هي بتساوي سالب خمسطاش. اذا الاربع سين ناقص ثلاثة صاد. بتساوي عندنا سالب اتناشة. فعليا المعادلتين صحيحات. فعليا معادلتين صحيحات. لكن لما حكالي ويمر بالنقطة السفر اربعة. صار في عندي واحدة صحيحة والثانية خاطئة. فبدأ تمسك النقطة سفر اربعة. نعوض هون سفر اربعة. لو عوضنا هون سفر سفر ناقص اتناش. هون احنا بعتنا نعوض في هاي المعادلة في عندي هاي المعادلة وفي عندي هاي المعادلة. سفر ناقص اتناش سالب اتناش. لا تساوي ثمنتاش. اذا هاي خاطئة. اذا اربعة سفر ناقص اتناش سالب اتناش. يساوي سالب اتناش. اذا هاي هي المعادلة الصحيحة. اربع سين ناقص ثلاثة صاد يساوي سالب اتناعش. اذا بحكي هنا اربع سين ناقص ثلاثة ساد يساوي سالب اتناعش. فهذا هو الكلام الصحيح. هذا هو الكلام الصحيح. طيب ننتقل للسؤال اللي بعدهم. بحكينا معادة المحل الهندسة للنقطة المتحرك قانون سين ساد. الذي يكون بعده عن اثنين سالب اثنين مساوين دايما لبعده عن المستقيم. يعني بعد نقطة عن نقطة يساوي بعد نقطة عن المستقيم. كيف بدنا نخط نخطي. طلع vårk 경찰. بعد نقطة عن نقطة بنا ناخط قانون المسافة. اللي هو بين سين واثنين سالب اثنين يعني سين ناقص اثنين لكل تربية. وصاد زائد اثنين لكل تربية. بتساوي. اذا سين ناقص اثنين لكل تربية. صاد زائد اثنين لكل تربية. بتساوي. اه بعدها عن المستقيم. سين يساوي اربع. بنا نكتبه سين ناقص اربعة على جذر الواحد. الان لو ربعنا الطرفين راح يطلق معي سين ناقص اثنين لكل تربيع وصعد زائد اثنين لكل تربيع يساوي سين ناقص اربع لكل تربيع فعلا بجوز تستغربوا كيف طلعنا القيمة المطلقة اللي هو بوعيد نقطة عن مستقيم يعني الكل بيعرفوا فيكم هذا بوعيد نقطة عن مستقيم الان لما بتطلق هون ربعنا القيمة المطلقة دايما حطوا في بالكم الخطوة التالية التربيع اقوى بكثير من القيمة المطلقة لذلك التربيع بيلغي القيمة المطلقة لما بشوف سين ناقص اثنين وصعد زائد اثنين وسين ناقص اربعة بفك تربيع السينات يعني بفك تربيع المتشابهات فبصير عندي هون سين تربيع ناقص الاول في الثاني في اثنين اربعة سين زائد اربعة زائد صعد زائد اثنين بيبقى مثل ما هو بتساوي سين تربية ناقص تمانية سين زائد ستاش. الان في عندنا السين تربية مع السين تربية بيروح بظل عندي صاد زائد اثنين لكل تربيع يساوي ناقص تمانية وناقص اربعة اللي يناقص اربعة سين والستاش ناقص اربعة زائد اتناش. اذا بيصفى عندي صاد زائد اثنين لكل تربية. اخرج السالي باربع عامل مشترك. اذا سين ناقص ثلاثة. اذا يصفى عندي هون صاد زائد اثنين الكل تربية اهي صاد زائد اثنين الكل تربية اه بتسوي سالب اربعة في السين ناقص ثلاثة. اذا ها هي العبارة الصحية. ها هي العبارة الصحية. نكون دقيقين جدا واحنا منحل ما ننسى اشارة. اشارة كفيلة نضيع لنا السؤال. ننتبه للاشارات. ننتبه لكل صغيرة وكبيرة. حتى يكون حنة كله صحيح ان شاء الله. معادلة المحل الهندسي للنقطة المتحركة نون سين صاد. اللي تتحرك على بعدين متساويين من النقطتين الثابتتين. الان بتكلم عن بعدين متساويين من النقطتين. يعني كيف بده اخذ? بده اخذ كالتالي. تحت الجذر بده اخذ سين ناقص ثلاثة الكل تربية. زائد صاد تربية. يعني صاد ناقص صفر يساوي. تحت الجذر سين زائد ثلاثة المرة هاي لكل تربية. زائد صاد تربية. وجود الجذرين بخليني اربع الطرفين. مجرد ما رفعنا الطرفين. رح يطوا عندي. سين ناقص ثلاثة الكل تربية. زائد صات تربية. بتسوي السين زائد ثلاثة الكل تربية. زائد صات تربية. اذا خلي الصات تربية مع الصات تربية يروح. انفك التربيه اللي عندي هون. بتصير سين تربية. ناقص ستة سين زائد تسعة. بتسوي سين تربية. زائد ستة سين زائد تسعة. سين تربية مع سين تربيع بيروح. التسعة مع التسعة هي راح تروح عندنا. لكن انتبهوا. ستة سين وسالف ستة سين. ما بروح مع بعض. لانه واحد موجب واحد سالف. اذا معنا ذلك اتناش سين يساوي صفر. اذا السين يساوي عندنا صفر. اذا المعادلة عندنا اللي هي سين تساوي صفر. معادلة سين تساوي صفر. طلعوا. الجواب عندي هون ما طلع لا دائرة ولا قطع ناقص ولا قطع زائد ولا مكافئة. يعني في المحل الهندس احتمالية تطلع عندي بعض المعادلات ما لها علاقة في الاربع معادلات اللي كنا نتحدث عنها. نتكلم الان عن معادلة المحل الهندسي للنقطة المتحركة نونسي نصد التي يكون مجموع بعديها عن النقطتين الثابتتين عن النقطتين اللي هو واحد والسفر وسالب واحد والسفر دائما يساوي اربعة. هذا السؤال بدنا نحله حل سريع لانه سؤال ضع دائرة. على مساويا اربعة. الاربعة بتمثل عندي اثنين الف بتساوي اربعة. اذا الالف بتساوي اثنين. الالف بتساوي اثنين. الان النقطتين التغير في السنات اذا هو سيني. طلعوا واحد وصفر وسالب واحد وصفر. فالتغير في السنات فهو سيني. طيب الان بنيجي كالتالي. بما انه النقطتين الثابتتين هذول بيمثلوا البقرتين. عشان ايه. اثنين جيم بيمثل مسافة بين الواحد وسالب واحد يساوي اثنين. اذا الجيم بتساوي عندي واحد. الان اصبحت الجيم موجودة والالف موجودة. الان جيم تربية بتساوي الف تربية ناقص با تربية. الان الجيم اللي هي واحد بتساوي الالف تربية اربع ناقص با تربية. اذا بستنتج في هاي الحالة بانه البا تربية بتساوي ثلاثة. لانه اربع ناقص واحد يساوي ثلاثة. حكينا سيني لانه في البقرتين وفي الرأسين. اذا تغير السينات فهو سيني. واذا تغير الصادات فهو صادية. معلومة لازم الكل يكون عارفها انه دايما البقرتين والرأسين يقعوا على نفس المستقيم. فالبقرتين بتحدد نوع القطع والرأسين بيحددوا نوع القطع. لذلك شو بنا نحكي الان. بنحكي كالتالب هو اصلا المركز صفر وصفر. لانه لو اخدنا السالب واحد مع صفر واحد مع صفر. خدوا سين واحد زائد سين اثنين على اثنين. وصاد واحد زائد صاد اثنين على اثنين. فراح يطلع عندك الثالث سين تربية زائد صاد تربية. الالف كم طلعناها? طلعناها اللي هي اثنين. يقول تربية اربعة. والبق كم طلعناها البقى تربية ثلاثة. اذا المعادلة هي سين تربية على اربعة زائد صاد تربية على ثلاثة. اذا نطلع سين تربية على اربعة. زائد صاد تربية على ثلاثة. يساوي يساوي واحد. يساوي عندنا يساوي واحد. فعلا في له طريق تحلل هذا السؤال اطول بكثير من هيك. اللي هو كيف بدنا نأخذ فما بيكون فضة دائرة يعني نستخدمه للحل اللي هي بنأخذ المسافة بين النقطة والبورة الاولى زائد المسافة بين النقطة والبورة الثانية يساوي عندنا يساوي اللي هو العدد اربعة اللي معطينا اياه هذا هو. العدد ايش اربعة. الان بتصير حل معادلة. حقيقة بيأخذ نوع من الوقت وقت طويل واحنا بنحل. لكن هاي الطريقة بتكون اسهل نستخدمها. بس نكون فاهمين كل معطيات السؤال. يعني في عندنا كمان سؤال هون بحكي لي اه بده معادلة المحل الهندس بحيث يكون الفرق المطلق لبعديها عن النقطتين. هذول النقطتين هما الجيم مساويا اربعة. نفس الشيء عندنا هون. بدنا نحكي اثنين الف بتساوي اربعة. اذا الالف بتساوي اثنين. طيب اثنين جيم المسافة من الاربعة لسالب اربعة يساوي ثمانية. اذا الجيم بتساوي عندنا اربعة. اذا الان جيم تربية بتساوي الف تربية زائد با تربية. انتبهوا هنا قطع زائدة. لانه الفرق المطلق. الان الجيم هي الاربعة. اربعة بتساوي عندي ستة عشر بتساوي الف تربية. اربعة زائد با تربية. اذا البا تربية بتساوي عندنا اثناش. على التغير كان حقيقة الفصادات فهو صادي. لذلك في الخيارات اللي موجودة عندي. هاي خطأ وهي خطأ. الخيارات اما الالف او جيم. الاف او جيم. لان طلعنا احنا البا وطلعنا الالف. فبنحكي الان صاد تربية. ناقص سين تربية يساوي واحد. على على. الآن الالف كم طلعناها? الالف طلعناها عندنا اثنين. كل تربية اربعة. والبا تربيع اللي هي اثناش. اذا صاد تربية. على اربعة ناقص سين تربية على اثناش. يساوي. هذا هو القطع الزائد. لكن هذا اللي هنا يمثل عندي قطع ناقص. هذا يمثل عندي قطع ناقص. دائما اكيد الكل بعرف انه في القطع الزائد. الاشارة بينهم بتكون ناقص. وفي القطع الناقص الاشارة بينهم بتكون عندنا زائد. بتكون عندنا زائد. طيب. الان بحكينا اذا كانت طول قطر الدائرة يساوي عشرة. جد كيمة الثابت عليه. لان حسن ما نعرف انه نصف القطر رابط تساوي تحت الجذر. اللام تربية زائد الكاف تربية ناقص الجيم. طيب المعادلة اللي بنعرفها الصورة العامة. اللي هي سين تربية زائد سات تربية زائد اثنين لام سين زائد اثنين كاف سات زائد جيم بتساوي صفر. آآ ناقص جيم بتساوي صفر. الان بنحكي. اثنين لام بتساوي اللي هي كم معامل سين الف. اذا اللام اكيد ده تكون الف على اثنين. اثنين كاف بتساوي سالب عشرة. اذا الكاف بتساوي سالب خمسة. اذا بتصير عندنا رابط عشرة. اذا عندنا هون اللي هي بالمناسبة نصف القطر هو العشرة. نصف القطر هو العشرة. القطر هو العشرة. نصف القطر بدي يكون عندنا خمسة. اذا خمسة بتساوي تحت الجذر. اللام الف تربيع على اربعة. والكاف سالب خمسة خمسة وعشرين. والجيم اللي هي ناقص اربعة. اذا بيصفوا عندي خمسة بتساوي. خلينا نربع الطرفين بصير خمسة وعشرين. الف تربيع على اربعة. خمسة وعشرين ناقص اربعة. اللي هو واحد وعشرين. نبعت الواحد وعشرين عندي الخمسة وعشرين. بصير عندي اربعة. بتساوي الف تربيع على اربعة. اذا بس تنتج بانه الالف تربيع بتساوي ستاش. اذا الالف بتساوي اربعة. اذا هذا هو الجواب الصحيح. ننتبه هون انه حكينا طول قطر الدائرة. وحكياني طول قطر الدائرة واللي موجودة. فهي عشرة. انا بدي نصف القطر بتكون عندنا اكيد بدي يكون خمسة. طيب طول القطع المستقيمة التي تقطعها الدائرة من محور السينات. اي نقطة موجودة على محور السينات احداثيها صادي بساوي صفر. اذا احنا خلينا نعوض مكان صادي يساوي صفر. بيطلع عندنا سين تربية آآ الزاد. الآن الصاد تربية ما بدنا اياه له صفر. زائد اربعة سين. اه كان الصاد سفر ناقص اثناش يساوي صفر. نحلل هاي العبارة. فبصير سين وهون برضو سين. واحد ناقص واحد زائد. اذا عددين حصل ضربهم اثناش. الفرق بينهم اربعة. ستة مع اثنين. اذا هون في عندي ستة. هون في اثنين. اذا سين بتساوي اثنين. وسين بتساوي سالب ستة. المسافة من عندي اثنين لسالب ستة. اللي هي ثمانية. لذلك راح يكون في عندنا. اللي هو هذا هو الجواب الصحيح. اللي هو ثمانية. هذا هو الجواب الصحيح. بتكون عندنا ثمانية. اذا معنا ذلك. لما بدوا طول القطعة المستقيمة. اللي موجودة على محور السينات. بس ناخذ المسافة بين النقطتين. يعني طلعنا عندنا اثنين وسالب ستة. المسافة بين اثنين وستة. يساوي عندنا سالب ثمانية. هذا راح نترك لكم اياه وظيفة. بدوا احداثيات نقطة التماسي المستقيم. اه على هاي الدائرة. اه عندما تساوي سفر. هلأ. بنا نستفيد انه الميل عندي هون. ايش بساوي عندنا. بساوي اربعة. نشتق المعادلة اللي موجودة عندنا. نعوض مكان كل صاد فتحة. نعوض مكان كل صاد فتحة باربعة. نطلع المعادلة بدلالة سين وصاد. بطلع بشكل مباشر النقطة. بنقدر نطلع الاحداثي السيني. بعدها منطلع الاحداثي. منطلع الاحداثي الصادي. طيب. شوفوا الآن. هذا المه. اذا كانت صاد ناقص واحد. بتساوي اثنين في السين زائد واحد لكل تربيه. هاي بالمناسبة معادلة قطع مكافئة. لانه طلعوا فيه تربيه وما فيه تربيه عندي هون. بس مش مرتبة صحيح. حتى نرتبها. شو بنا نعمل. نحكي السين زائد واحد لكل تربيه. نقسم. بصير اثنين في صاد ناقص واحد. فانه معادلة محور التماثل. حكينا حتى نطلع معادلة محور التماثل. لازم نطلع عدة اشياء. اول عندي هون سالب واحد مع واحد. والاربعة جيم بتساوي نص. اذا الجيم بتساوي واحد على ثمانية. الجيم بتساوي واحد على ثمانية. الآن حتى نطلع معادلة المهور بحب أطلع البقرة البقرة بتساوي الرأس زائد جيب البقرة بتساوي الرأس زائد جيب الرأس عندي عفوا البقرة بتساوي عندنا هنا 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 في عندنا انتبه هنا في عندي هنا الاحداثيات رأس. ما فيه له مركز. الاحداثيات الرأس عندي هون. اللي هو سالب واحد. اذا رأس زائد جيم. سالب واحد. واحد زائد جيم. الجيم اللي هي عندنا كم بتساوي ثمن. اذا زائد ثمن. الان بما انه للصدات اذا بنا نجمع للصدات. بنا نجمع للصدات. بالمناسبة بنقدر نطلع معادلة المحور تماثل بشكل مباشر. اطلعوا لي على الرأس. واطلعوا على البقرة. الان احنا بنجمع للصدات. اذا الاشي الثابت راح يكون مين? راح يكون الاحداث السيني. اذا سين بتساوي سالب واحد. اذا هذا هو الجواب الصحيح. اعدلكم اياها. ننتبه لعندي هون. انا عندي هون الرأس وعندي هون البقرة. حتى طلع البقرة انا بدي اجمع للصاد. اذا جمعنا للصاد اذا الصاد تغيرت بين البقرة والرأس. مين اللي ثبت عندي? اللي ثبت عندي اللي هو الاحداث السيني. والاحداث السيني سالب واحد. اذا خلاص معادلة محور التماثل اللي هي السالب واحد. اذا منقدر نحكي كالتالي. مجرد ما اطلع على الرأس. طلعوا لي على الرأس. سالب واحد واحد. اذا كانت المعادلة هون صدعت. اذا مين اللي ثبت? الاسينات. اذا معنا ذلك معادلة المحور بتكون هي محور السينات. نأخذ كمان مثال. معادلة معادلة. نأخذ. اون كمان. معادلة الدليل للقطع المكافئ الذي معادلته. صاد بتساوي سين تربيع زائد اثنين سين ناقص اثنين. هي. حتى نطلع معادلة الدليل بنرتب المعادلة. بنعمل له اكمال مربع. فبنحكي هون سين تربية زائد اثنين سين بتساوي. السالب اللي هي صاد زائد اثنين. نكمل مربع هون. اثنين على اثنين واحد. الكل تربية واحد. فبصير سين تربية زائد اثنين سين زائد واحد يساوي صاد زائد اثنين زائد واحد بصير زائد ثلاث. اذا معنا ذلك معامل سين على اثنين واحد. الكل تربية بصير عندنا واحد. اذا بيصفى عندي سين زائد واحد. الكل تربية بتساوي صاد زائد ثلاث. مطلوب مني معادلة معادلة الدليل. هلا احنا حكينا المركز عندي هون اللي الرأس عندي هون راح يكون سالب واحد مع سالب ثلاث هذا هو الرأس الاربعة جيم اربعة جيم بتساوي واحد اللي هون اذا الجيم بتساوي عندنا ربع لمين بدنا نجمع بدنا نجمع اكيد نبين للصداق اذا المعنى ذلك البقرة بتساوي اللي هي السالب واحد ثلاث سالب ثلاث زائد ربع الآن اللي بدي تغير عندي الصدات بما انه بدي تغير عندنا الصدات اذا بنرجع لاحداثيات الرأس حتى نطلع معادلة المحور بنرجع لعند احداثيات الرأس اللي هي عندي المتغير مش عندي الثابت يعني انا عندي هون اللي هي السالب ثلاث مش هيك عندي هون اللي هي سالب ثلاث حتى نطلع معادلة معادلة الدليل اذا اول شي اللي بدي تغير صاد بكتب له صاد يساوي طيب السالب ثلاث الآن لما بنرجع عندي السالب ثلاث بدل ما اجمع له اللي هي الجيم اللي احنا طلعنا ربع ربع منطرح منه الجيم يعني شو بصير عندي هون سالب ثلاثة ناقص ربع اذا نوحد سالب اتناعش وسالب واحد بصير سالب ثلاثة عالى اربعة اذا معنا ذلك ليكون عندي صاد يساوي سالب ثلاثة عالى اربعة اذا صاد يساوي سالب ثلاثة عالى عدلكم اياها الان برجع عند احداثيات الرأس دايما ابدا بين الرأس والبؤرة في واحد من الاحداثيات بيثبت والثاني بيتغير هلا اللي بيثبت هو معادلة المحور اما معادلة الدليل هو اللي بيتغير بس كيف بنا نعرفه برجع للإحداثيات الرأس الرقم اللي بيتغير بدل ما نجمع لهم لأ منطرح منه فبكون حصلت منه في هاي الحالة معادلة الدليل بكون حصلت منه معادلة الدليل بدي معادلة القطع المكافئ الذي بقرته ثلاثة واثنين ودليله المستقيم صاد يساوي سالب واحد برضو هذا بسيط جدا في عندي عندي هون معادلة اللي بقرته ثلاثة واثنين البقرة عندي هون ثلاثة واثنين الدليل عنده المستقيم سالب واحد هلا المسافة بين البقرة والدليل هلا المسافة بين البقرة والرأس حكينا جيم طيب بين الرأس والدليل برضو جيم اذا بصير عندنا اثنين جيم بصير عندنا اثنين جيم طلقوها شغلتها بسيطة جدا كيف ترسموها بشكل المباشر. من الاسئلة البسيطة ان شاء الله. ننتقل لسؤال التساطاش. اذا كانت بقرة القطع المكافئ الذي معادلته هي النقطة اثنين وسالب واحد. فان دال شو بتساوي? عطيتكم قانون حكيت لكم البقرة بتساوي الرأس زائد جيم. البقرة اللي هي بده تمثل عندي اثنين مع سالب واحد والرأس بمثل عندنا هون سالب دال مع سالب واحد. والجيم عندنا انتبهوا للجيم. عندنا الاربعة. الجيم بتساوي سالب ثمانية. اذا الجيم بتساوي عندنا سالب اثنين. نعيد. البقرة بتساوي الرأس زائد جيم. البقرة اللي هي اثنين وسالب واحد. هاي اثنين وسالب واحد. الرأس اللي هي عندنا السالب دال طلعناها من هون مع السلاب واحد والجيم عندنا اللي هي السالب في اثنين. اللي هي سالب ايش؟ ما قالو اثنين. الآن حتى نقلقي من جيم شو منا نعمل في العادة آآ مننا نجمع الان للسنة فبصير عندي هون اللي هي سالب دال ناقص اثنين فاصلة سالب واحد يساوي اثنين فاصلة سالب واحد إذا بصير عندي بانه ناقص دال ناقص اثنين بتساوي اثنين. اذا ناقص دال بتساوي اربعة. اذا دال بتساوي سالب اربعة. بروح ببحث على السالب اربعة. هاي اللي موجودة. هذا القانون من القوانين اللي مش موجودة بالكتاب لكن نستخدمه. اذا عرفنا البورة بنقدر نعرف الرأس. واذا عرفنا الرأس بنقدر نعرف البورة. يعني حسب الموجود. عرفنا بورة بنقدر نستنتج الرأس. عرفنا الرأس بنقدر نستنتج البورة. خلينا ننتقل على كمان مثال. طيب. قطع ناقص. معدل. ناقص اثنين لكل تربيع على التسعة. صاد ناقص واحدes لكل تربيع على ستاشته. طول محورها الاحبار. المحور. حكينا. في القطع الناقص. الالف تربيحية الستاشة. لن نتبه مش التسعة. هو الاكبر. اذا الالف بتساوي اربعة. اذا طول المحور الاكبر. طول المحور الاكبر. يبتساوي عندنا. اثنين. ال L alors ثمانية معناه ذلك. بدي يكون الجواب عندنا يساوي ثمانية. نتبهو تسعة وستاش. الالف تربيحية السطاش. الالف تربيع هي السطاش. ننتقل كمان هون. اه معادلة المعادلة اثنين سين تربيع زائد كاف صاد تربيع يساوي ثمانية تمثل قطع ناقص فما هي قيمة كاف. بالمناسبة لما بيجي بحكي لي اثنين سين تربية زائد كاف صاد تربيع يساوي ثمانية. اذا ما احكى لي شو نوع القطع ما بقدر استنتجه. لان وجود الكاف لو كانت الكاف بتساوي ثمانية اثنين لا اصبحت دائرة. لو كانت الكاف غير اثنين غير اثنين ما عدد صفر فانا موجب لا اصبحت قطع ناقص. لو كانت الكاف اه اي عدد سالب لا اصبحت قطع زائد. اذا المعنى ذلك هو حكى لي انه قطع ناقص. اذا خلينا نقسم على ثمانية سين تربيع على اربعة زائد صاد تربيع كاف على ثمانية بسين ثمانية على كاف بتساوي واحد. لو قصمنا على ثمانية اللي هي اربعة وكاف على ثمانية ثمانية على كاف يساوي واحد. طيب هون شو بحكي لي؟ بحكي لي المعادلة تمثل قطع ناقصا عندما كاف تنتمي. طلا كيف. الان انا عندي هاي الكاف لو كانت سالب لا اصبحت مش قطع ناقص. لو كانت سالب لا اصبحت مش قطع ناقص. بتصبح قطع زائد. لو كانت سفر بتصير كمية غير معرفة. اذا المعنى ذلك بدأ نتكلم انه كاف تنتمي للفترة المفتوحة من صفر للمالة للمالة نهاية. تنتمي للفترة مفتوحة من صفر إلى وين للمالة نهاية. لو اخذنا اي عدد صفر واي عدد موجود عندنا بيكون عندنا قطع ناقص. قطع ناقص. اذا معنى ذلك بدي يصير عندنا من صفر للمالة نهاية. لو حطينا واحد هون بصير قطع ناقص. لو حطينا اثنين بصير قطع ناقص. لو حطينا اي ثلاث فمعنى ذلك من صفر للمال نهاية. كمان مثال. القطع الذي معادلته خمسة سين تربية زائد اربعة صات تربية يساوي عشرين. يكون اختلافه المركزي يساوي. احنا بنعرف الاختلاف المركزي في البداية من الرتب المعادلة. نقسم على عشرين. فبصير خمسة على عشرين اربعة. زائد صات تربية على خمسة يساوي واحد. الاختلاف المركزي اللي هو جيم على الف. اذا في البداية بنحكي الف تربية بتساوي خمسة. اذا الف بتساوي الجذر الخمسة. با تربية بتساوي اربعة. اذا با بتساوي اثنين. اذا الجيم تربية بتساوي الالف تربية على الخمسة ناقص اربعة. اذا الجيم بتساوي واحد. الاختلاف المركزي اللي هو ها بتساوي جيم على الف واحد على جذر الايش? جذر الخمسة. اذا الجواب واحد على جذر جذر الخمسة. هذا هو الاختلاف المركز. وفعلا اقل اقل من واحد. ننتقل للسؤال ثلاثة وعشرين قطع مخروطي. معادلته اللي هو مقصود فيه قطع ناقص. فان مجموع طولي محوره الاكبر والاصغر. يعني شو المطلوب عندنا هون. مطلوب عندي اثنين الف زائد اثنين بها. هذا مجموع طولي محوره الاكبر مع الاصغر. حكينا الان. الالف تربية بتساوي التسعة. اذا الالف. عفوا الالف تربية بتساوي خمسة وعشرين. الالف تربية بتساوي خمسة وعشرين. اذا الالف تربية بتساوي خمسة وعشرين. الف بتساوي خمسة. اما الباب تربية بتساوي عندنا التسعة. اذا الباب بتساوي الثلاث. شو المطلوب. فان مجموع طولي محوره الاكبر والاصغر. خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية. اذا هذا هو مجموع طولي المحوره الاكبر والاصغر. اه بقرطة القطع الزائد الذي معادلته سين تربية على ستة زائد سات تربية. بالمناسبة هون الالف تربية ستة عصف. بس مش لانه الستة عش هو الاكبر. لانه الستة عش هو الاول. انتبهوا. في القطع الزائد. الاول هو الالف تربية. في القطع الناقص الاكبر هو الالف تربية. عشان هيك نحكي. الف بتساوي اربعة. بينما با تربية بتساوي عندي تسعة. اذا البا بتساوي ثلاث. الان الجيم تربية لانه قطع الزائد. نحكي الف تربية زائد البا تربية. الان الستة عشزائد تسعة. اذا خمسة وعشرين. اذا الجيم بتساوي خمسة. طيب. الان اللي بده البقرتين هو المركز موجود عندي اللي هو سفر مع سفر. والتغير عندي في السينات لانه الالف تربيع تحت السينات. اذا البقرتين بتبعت الرأسين. فبنا نجمع لمين للسينات? فبصير عندي البقرتين. البقرتين. شو بيساوي عندنا هون? نجمع الخمسة مع السفر. والسالب physicists مع السفر. نقدر انوحدهم زائد ونقص خمسة مع السفر. فيكون هذا هو الجواب الصحيح. اذا انتبهوا ان هنا موجودة تحت السينات. موجودة تحت السينات. الآن قطع زائد ايضا معادلته تسعة سين تربية. وان ان نقسم على مية واربعين. فبصير عندي تسعة سين تربية. ناقص طاعة تربية. يساوي مية واربعين. اذا قسمنا على مية واربعين. على مية واربعين. على مية واربعين. بطلع عنده تسين تربيه على ستاش. وصاد تربيه على تسعة يسوح. اه شو المطلوب? اه نون سين صاد نقطة واقعة عليه. جد الفرق المطلق بين بعدي النقطة. اه نون عن بقرتين هذا القطع. نفهم شو المطلوب. جد الفرق المطلق لبعد النقطة عن البقرتين. عن يعني المطلوب هو حقيقة بسألك عن الالف. عمالو بسألنا عن الالف. شو نقطة. اه جد الفرق المطلق بين بعدي النقطة النون عن بقرتين القطع الف. لما حكينا في تعريف القطع الزائد. حكينا هو المحل الهندسي لمجموعة النقاط المستوية النون سيساء. التي يكون الفرق المطلق لبعدية عن نقطتين ثابتتين. يساوي مقدار ثابت وهو اثنين الف. اذا هو بسألني عن اثنين الف. اذا انا بس بيلزمني اعرف انه الالف تربيه بتساوي ستة عشر. الالف بتساوي اربعة. اثنين الف بتساوي عندنا ثمانية. فبيكون الجواب هون ثمانية. بهذا المثال. بكون وصلت معكم لنهاية هذا المكثف. اللي حقيقة انا اجتهدت فيه. وهذا المكثف هو بفيد الطالب اللي دارس. يعني احنا اي مكثف في الدنيا في علم الرياضيات. انا بقصد. انا بتكلم عن علم الرياضيات. ما بيجي بخلق من طالب مش دارس ان يجيب علامة كاملة. او حتى انه ينجح. هذا المكثف بيخدم دائما الطالب اللي دارس. تعتبر مراجعة عامة. ان شاء الله راح ننزل هذا المكثف على شكل على شكل نسخة بي دي اف. راح تتوفر في الايام القادمة ان شاء الله في المكتبات. بهاي الوحدة استعرضت جميع الاسئلة الموضوعية. بس كل سؤال موضوعي فيهم. احتمال يكون سؤال حل. احتمال يكون سؤال حل. اي شيء اخذناه هون احتمال يكون عندنا سؤال حل. لذلك يعطيكم الف عافية. اي طالب بيحاول يتواصل معي يتواصل معي على الخاص طبعي. اي سؤال انا بجاوبكم عليه ان شاء الله. كل الاحترام التقدير لكم. ربنا ينجحكم ان شاء الله ويفرحنا بنجحكم.